السلام عليكم شابي بازينا إن شاء الله كام تكونوا بصحة جيدة اليوم تجد تكون فيديو كام طلبته اللي هو فيديو مراجعة أنواع المقاحل اللي درستوها في وظيفة التضخيم هيا جمعة فلنبدأ على بركة الله وحفظه جمعة ركزوا معي مليح في وظيفة التضخيم درستم خمس عناصر إلكترونية العنص أول وهو مقحل أمبيان ثنائي القطبية لماذا سمي ثنائي القطبية؟ لأنه دارة تحكم تعمل بالتوتر مع التيا أما العنص الإلكتروني الثاني وهو مقحل دالينتون هذا المقحل دالينتون هو تركيبة مقحلين أمبيان لذلك كذلك يسمى بمقحل ثنائي القطبية مع أنت دارة الدخول تتمشي بالتوتر وتيرباه ولدارة مغلقة للخرج أما العنصر الإلكتروني الثاني وهو مقحل مصفات ذو قانات آن ويسمى مقحل أحادي القطبية إذن دارة الدخول تعمل بالتوتر فقط ويحتوي على مقامة دخول تأول ملاء نهاية العنصر الإلكتروني الرابع وهو الترياك والعنصر الأخير وهو الترياك ضوئي جمعة متقلقوش كم نشرحهم بالتفصيل وبإذن الله كل شيء واللي سهل هيا نبدأ بأول عنصر اللي هو مقحل أمبيان إذن مقحل أمبيان ثنائي القطبية جمعة وشي الأسئلة اللي قادة تجيكم في المقحل الأمبيان يقول لك ما وظيفة هذا المقحل هل يعمل في حالة تبديل أم تضخيم إذن جمعة وشن قولوا مقحل أمبيان عنده وظيفتين إما يعمل في حالة تبديل أو في حالة التضخيم وكتابة نقولوا بلي يعمل في حالة تبديل هل يتلقى مقحل هذا يتحكم في المراحل الكهرو ميغناطيسي إذن هذا المقحل يعمل عمل قاطعة إذا كانت قاطعة مفتوحة الوشيعة غير ممارنطة وتمس مفتوح إذا كان مقحل مشبأ يمثل قاطعة مغلقة إذا كان مقحل مانع أو مسدود فالوشيعة لا تتغذى فإنه يعمل هنا عمل قاطعة مفتوحة وإذا كان المقحل مشبأ في هذه الحالة يعمل قاطعة مغلقة ويسمح بتغذية الوشيعة التي تتحكم في التامس إذن ما وظيفة المقحل هنا وظيفته يعمل في حالة التبديل وظيفته التحكم في تغذية الوشيعة إذن نقول أن المقحل أمبيا وظيفته التبديل متى نقول أن المقحل يعمل في حالة التضخيم إذا كان هذا المقحل مربوط مباشرة بوشائع محركات مثلا محرك خطوة بخطوة إذن ما وظفت هذا المقحل وظيفته التضخيم التيار إي بي الذي أتى من دار التحكم ببطة مرة لوشائع المحركات خطوة بخطوة أو محركات أخرى أو تجد مقحل في مضخم سنبي إذن مقحل T1 و T2 ووظيفتهم التضخيم إذن هنا هذه ومعنتها وظيفة المقحل إما تبديل أو تضخيم هذه هي الأسئلة الأولى التي قادر تجيكم في المقحل أمبيا ثاني حاجة قادر يطلب منكم أسئلة حسابية مثلا يقول لك أحسب المقاومة R أحسب تيار إي بي أحسب VVR أحسب VRK أحسب تيار إي سي أحسب VRK إلى آخر جماعة كي تجيكم هذه الأسئلة أول حاجة أول حاجة ما تبدأ وش تأسبو أول حاجة وش لازمكم لازمكم تشكلوا الدارة كيف نشكلوا الدارة أول حاجة نشوفوا وشي هو النوع المقحل كما كم تشوفوا هذا المثالة خارج إذا المقحل هذا وشي هو NPN هنا وش نسميها نسميها أو يعني أول حاجة نخرج القطب أ إذا هنا نكتب أ من بعدها جماعة نشوفوا دارة الدخول ودارة الخرج وهذه دارة الخرج لازمنا نعرف فرقه ما بينتهم ثالث حاجة بما أنه إيميتر يمشي بهذا الشكل معناتها تيار NPN تيار إي بي يروح للقاعدة وتيار إي سي تبع اتجاه إيميتر إي إذا ما معناته تيار إي سي يجي من VCC ويهبض للتحت هكذا إذا هذا تيار سميه إي سي من بعدها جمع بعد ما عينا زوج تيارتنا وش نخرجوا نخرجوا لإستقطابيات الجهود إذا استقطابيات الجهود إذا جهود الدخول ديما يمشي مع التيار إي بي بهذا الشكل إذا هذا ما نسميه نسميه V-Enter وهنا عادة أن الجماعي يعطيه لكم مقارن هو اللي يغذي دارة الدخول واستقطابية المقامة واستقطابية المقاحة تكون عكس التيار إذا وش نقوله بما أنه التيار يمشي نحو اليمين استقطابية تكون نحو اليساء ونكتب هنا V-A واستقطابية المقاحة تكون كذلك عكس التيار بما أنه سي مرايح القطب إذا ما نسميه V-B إذا مولد الجهد للخروج VCC يكون استقطابية تارهم مع التيار مولدات الجهد استقطابية الجهد ديما تمشي مع التيار أما باقي العناصر الكهربائي تكون عكس التيار إذا هنا مولد الجهد نكتبه VCC وهنا الوشعة مقامة داخل الوشعة تكون عكس التيار إذا وش نكتبه VRK وهنا جهد بين كوليكتور و إيميتو وش نكتبه VCO ساتوري جمعها سميتها VCO ساتوري عادة المقاحة لما نحسبو بهم في حالة التبديل يعني قليل ونجيكم الأسئلة تحسبو في حالة التضخير إذا جماعة بعد ما شكلنا هذه الدارة وش لازم ننذيره نخرج القوانين خاصة بدارة الدخول وقوانين خاصة بدارة الخروج ركس معي مليح عندي احتمالين احتمال أول دارة الدخول قادر السؤال جماعة الأول شو يقول لك قولك احسب والله يسميها لك إي بي ساتوري إذا إي بي يا جماعة يمر عبر مقاومة مدام يمر عبر أفو ركلة وش يصل إلى قانون l'o'm وش يقول لي قانون l'o'm bro cdm ماذا يساوي يساوي مقاومة R في ab إذا ابي وش يساوي يساوي VR على onar هنا جماعة الآن لاني يقول لك أحسب طيار ويعطي لك الجود بين طرفين المقاومة ويعطي لك المقاومة هذه أعوض نباشرة هذا الاحتمال الأول احتمال الثانيم قادر يقول لك أحسب لك ولم يمد لك لك في الحالة اذا فلنفذ اخرج الـ VR من قانون العروات انا اعطيها لكم مباشرة اذا اي بيو تستخدموا عروات الدخول مثل التوارد نخرج الـ VR اذا مجموع الجهود في الدارة مغلقة يسوي 0 اذا ناقص VR يسوي 0 تصدق على الرجالي اصل اي بيو يسوي 0 الا اذا كانت اكثر من مقاوم إذا حصل تحصل اي بيو تستخدمه اي بيو يسوي في عن 3 الى ثم الغداد ناقص جهد الأعتبة هذا الجود للعتباح الأجماع يُعط من طرف الصانع. على ماذا؟ على المقاومة المكافئة على الدخول الأجماع. sih نكس ايملي. إذا كانت مقاومة واحدة Holly below us R1 و 2 موصلتين على تسلسل نقول then to another foreign to R1 ثم يقرب R12. إلى آخر إذا كانت تسج مقاومة موصلاتها على تفرع جدائهم همو على مجموعهما. إذا 건 EBD وهكذا. EP دائما shrimpin يصلي الكثير من الدخول. نقص جود العتباة على المقهل على مقاومة المكافئة تعد دخول فقط اشمع. اوكي. هذا بنسبة التيار. سؤال احتمال ثاني شي يقول لك في دار الدخول. يقول لك احسب لي الجهد بين الطرفين مقامة اير. اذا نلجأ الى قانون اوم. اذا يعني يعني اول حاجة نلجأ لي هي قانون اوم. قانون اوم وشي قلنا? جهد بين الطرفين اقل اوم ماذا يساوي? يساوي مقامته الداخلي اير في التيار الذي يجدز وهو اللي هو اي بي ولا نسمي اي بي ساتور. جماعة وكان هذا القانون ما يساعدنيش. طلب منك تحسب الجهد. ولكن هذا قانون ما يساعدكش. اذا في هذه الحالة لمن تلجأ? تلجأ القانون العروة. تلجأ عروة الدخول. اذا بنفس الطريقة في ار ماذا يساوي? يساوي جهد الدخول. ناقص في بيو تع المقع. هذا بالنسبة الجماعة يطلب منك احسب توثرة. واخر السؤال قادة يطلب منك يقول لك احسب مقامة عدد دخول هذه اير. اذا مقامة عجماعة هذا يساوي بقانون Era ام ثم بما انه عندي جهد يساوي مقاومة في اي بي اذا اذن المده تساوي تساوي في اير على اي بي وهنا الى جماعك احتمالات اذا اعطلك في اير و اي بي وجدين ععود مباشر اذا ما اعطك ش في اير هه وا هورقان انتحد. اذا ما اعطا لك اي بي هورقان انتحد. اذا ما اعطا لك فيزوج عندك قوانين تاحهم فيزوج. وتبقى مهما كانت اسئلة معقدة ستجاوب عليها بكل سهولة جميلة. جماعة كنت تكملوا الفيديو حاولت تحلو التمارين وطبقوا هذ القوانين وبعدها رجعوا لي في التعليقات في الصندق التعليقات. هذا بنسبة دارة الدخول. رحوا بنسبة دارة الخرجة جماعة كذلك عندي ثث اسئلة قد يطلب منك تيار اي سي ولا اي سي ساتوري. ولا قد يطلب منك احسب مقابل مقامه اي ساتوري. ولا قد يطلب منك احسب الجهد بين الكامل مقامه اي ساتوري مقامة اي ساتوري. اذا جهد بين 다른 وشعة A. لماذا ساتوري يقوم بدائما بقان ان يسبب مقامة اي ا okay مع whats اي ساتوري مقام كمشأ؟ اي اي ساتوري مقاماته الداخلي ايiting مقامة اي ساتوري مقام به اي ساتوري اي ساتوري يدعم جهدها على مقاماته اي ساتوري ماذا ستعمですか اي ساتوري، ايligишة مقامة quB. اسوفر الذي ينimetه عِنه Leave على مقاومة داخلية الوشعة. تخيلوا جمع لوكا لا يعطي لك الجهد بين الطرفين مقاومة الوشعة. كيف نحسبها؟ كذلك نحسبها بعروة الخروج. إذن ماذا يساوي؟ نجيب العروة هذه تحبوا تديرها في إتجاه العقارة بساحة وتحبوا عكس العقارة بساحة. إذن ماذا تساوي؟ كما تلاحظوا باللي VCC ناقص VRK ناقص VCO SATURY يساوي 0. إذن VRK ماذا يساوي؟ كتشوفوا العروة يساوي VCC مصدر الخروج ناقص VCO SATURY. إذن هنا ماذا نكتبوا جماعة؟ نكتبوا EC SATURY لكما لا يساعدني القانون عن VEC SATURY نحسبها مباشرة تساوي جهد الخروج. جماعة أكتبوا في الورقة جهد الخروج اللي هو VCC ناقص VCO SATURY على ماذا؟ على مقاومة المكافئة للخروج. كما هنا المقاومة المكافئة للخروج كان مقاومة واحدة. وكان يزوج على تساسونج وRK ZRK 2 إلى آخر. وجمع هنا VCO SATURY روحوا الوثائق الصانع. إذا أعطاها لكم عوضوها بقيمة تحت. تجدوا مقدار تحت صغير. إذا لم تعطى من طرف صانع في هذه الحالة أعتبرها 0. ركز معي منه. إذا لم تعطى لك شو وثائق صانع في هذه الحالة وماذا تعتبرها؟ تعتبرها 0. فولت. إذن هذا بنسبة الطيار. احتمال الثاني في دارة الخروج وش يطلب منك؟ يطلب منك أحسب الجهد بين طرفي المقاومة. والله بين طرفي الوشعة. إذا في VRK ماذا تساوي؟ بقانون أوم. وش يقول لي قانون أوم؟ أي عنصر إلكتروني حاب تحسب التوتر بين طرفي. وش يساوي مقاومته الداخلية في التيار الذي يجتزه. كما هذه الوشعة مقاومة الداخلية التحوشية هي RK. في التيار الذي يجتزه هو AC SATURY. جماعة جت تحسب الجهد. ومعطى لك شو مثلاً AC SATURY. إذا في هذه الحالة ما تحت تحسب الجهد. إذا هنا إلجأ إلى القانون العروات. إلى عروات الخروج. إذا في VR ماذا تساوي؟ تساوي جهد الخروج. خروج VCC من قانون العروات. ناقص VCO SATURY. إذا ما أعطى لك وثائق سانية أعتبرها زر. هذا بالنسبة لإحتمال ثاني في درجة الخروج. كي يقول لك أحسب التوتر. إحتمال ثاني يقول لك أحسب مقاومة الخروج. إذا مقاومة الخروج RK بقانون أوم تساوي. تساوي VRK على التيار الذي يجتزها. إذا تساوي VRK على التيار الذي يجتزها. هناك VRK. عفوا. عذرت. إذا VRK على AC SATURY. إذا أعطى لك VRK و AC SATURY صحيح. لم يجتزها إلى المشكل. إذا لم أعطى لك VRK. احسبها بقانون العروات. VRK ماذا تساوي؟ تساوي VCC ناقص VCO SATURY. إذا AC SATURY لم أعطى لك هوا ورق قانونها. AC SATURY ما يساوي؟ يساوي جهد الخروج ناقص VCO SATURY على R-Equivalent تع خروج. هذه هي الأسئلة كامل التي قادر تلقاها في المقاحل. كنت تنظم أفكارتك. مهما كانت أسئلة معقدة ستجاوب بكل بساطة. وكان هناك شيء أخير. وما هي؟ بما أنه لدي دارة الدخول ودارة الخروج. كان قانون يربط مبيناتهم. اللي يسميه قانون التضخيم. إذا قانون التضخيم ممكن تقولوا عليه صحيح. لازم تكتب له AC SATURY. وش يساوي؟ يساوي بيطة في E-B SATURY. لازم تكتب له AC SATURY. تساوي بيطة في E-B SATURY. بسكو لا. في التضخيم وفي التشابه. يتشابه غير في قانون واحد. لما AC SATURY يساوي بيطة في E-B SATURY. ليس E-B SATURY. إذن هذا القانون يجمع وقتها تحتاجوا. مثلا أعطال لك E-B SATURY. أعطال لك قيمة E-B SATURY. أعطال لك بيطة. تقدر تحسب AC SATURY. لما تطبق هذا القانون. AC SATURY تساوي بيسي سي ناقص ويسيو SATURY على R-Equivalent. هذا وقتها نحتاجه. نهار اللي يميد لك قيمة E-B SATURY. أعطال لك بيطة. هنا هذه كل أسئلة بالنسبة لخاصة المقاح. هنا جماعة كمنا مقحل أم بيان. رحوا المقحل الثاني اللي هو مقحل دال لينتون. مقحل دال لينتون بسيط جدا ما في حتى إشكالية. مدام ركفها مقحل أم بيان. هتفهم دال لينتون بكل بساطة. جماعة وش هو مقحل دال لينتون. مقحل دال لينتون أول حاجة لو كانت تركز عليه في الكوليكتور في الجامعة تلقوا باللي كهين خطين متوازيين. إذن هذا الخطين متوازيين. ما معناتها؟ معناته يحتوي على مقحلين أم بيان. وهذا رمزه المختصر. هذا المقحل دال لينتون. عنده ثلاثة أفضاب كمال أم بيان. القطب الأول اللي يأتي الفوق نسميه كوليكتور جامع. والقطب تع القاعدة تع التحكم نسميه بي. والقطب اللي يأتي في الأسفل اللي هو الباعث ايميتور. وعنده بالطبع عنده معامل تضخيم بيطة. جماعة قاد يأتيكم في الباكالوريا يعطيكم هذا المقحل. ويقولكم أطلف مقحل دال لينتون. ما هو الحل المناسب نعود ونخدمه عن طريق تركيبة مقحلين من نفس طبيعة المادة أم بيان. كيف نخدمه يا جماعة؟ نخدمه بهذا الشكل. نجيبوز مقحل أم بيان. بعدها الأول هذا نربطه خط في الكوليكتور تاعه. هذا اللي هو السيء. والمخرج والمدخل لاباز تع المقحل الأول. نربطه بالكوليكتور تع المقحل الثاني. هذا أول حاجة. ثاني حاجة هذا المدخل نسميه لابازا. ركزوا معي منه. وهنايا والمخرج ايميتور تع المقحل الأول. باش نربطه. نربطه بالأيميتور تع المقحل الثاني. معانة هالمقحل هو المقحل الثاني. فاش مشتركين؟ مشتركين في الباعث. هذا هو جماعة يقول لك مثلا اطلف مقحل دال لينتون. واشي هو الحل المناسب. الحل هو اضافة مقحلين ام بيان من نفس طبيعة المادة. وبحيث يكونوا مشتركين في باعث. ونخدموه بهذا الشكل يا جماعة. اوكي. النهار اللي جماعة يعطيكم هذا المقحل. ويطلبكم الحسابات حاولوا تخدموه بالربز المختصر بها ما تقلقوش. واخدموه نفس الطري اللي شفناه في المقحل ام بيان. وشي الحاجة مميزة جماعة في المقحل دال لينتون. بما انه يحتوي على مقحلين ام بيان ام بيان. هذا وشي عنده اه معامل تضخيم بيطا واحد. وهذا معامل تضخيم بيطا ثنين. اذا هذا المقحل دال لينتون ام بيان. عنده معامل تضخيم بيطا كلي وشي يسوي بيطا واحد في بيطا ثنين. اذا وشي الحاجة مميزة في المقحل دال لينتون انه يحتوي على معامل تضخيم كبير جدا. كي نجمع تركيب. لو كان مثلا الو مقحل دارلينتون. اما في ناحية الحساب سيبقى نفس الطريقة مع مقحل دارلينتون. هيا جماعة رحوا الحسابات. نهار اللي يطلب منك احسب تيار احسب مقاومة احسب التوتأ. بنفس الطريقة جمعة. اشتخذ ما لدينا في المقحل امبيان. نفسها في مقحل دارلينتون. انما جمعك يعطيكم مثلا رمز اللي يحتوي على زج مقاحل. جيب ممحات امسحه وارسم مقحل دارلينتون بخطين متوزن. وابدأ اخدم نفس الطريق. اذا نجمعك يعطيك تركيب هذا وشتير اول حاجة. رح شوف المثلث هذا وعين الاميتور. بعد ما عينت الاميتور عين تيار قاعدة اي بي وتيار اي سي. التيار قاعدة يتبع الاميتور. ما ننسوش هذي نسميه دار الدخول وهذه دار الخروج. تيار قاعدة يمشي نحو القاعدة. وتيار اي سي يمشي نحو الاميتور. نحو الاتجاه المثلث هذا. بعد ما عينت تيار اي سي و اي بي اجمع. نعين استقطابية توترات تعال عناصر كهربائي كامل. اذا في اونت رح يكون بهذا الشكل يمشي مع تيار اي بي. المقاومة اير مقاومة الدخول استقطابية تحت تكون عكس التيار نسميها في اير. وهنا جهد العتابة تعامقها يكون عكس التيار نسميه في بيو. هذه بنسبة دارة الدخول. بنسبة دارة الخروج عندي للمصدر الخروج استقطابية تعالي يمشي مع تيار اي سي ونسميها في سي سي وفي اير كا حتكون عكس التيار ونسميها في اير كا والجهد بين اي كالكتورو ايميتور كذلك حيكون عكسة تيار ونسميها في سي ساتوري. بعد ما شكلنا التركيب جمعه بنفس الطريقة قادر تجيكم اسئلة على دارة الدخول وقادر تجيكم الاسئلة على دارة الخattaش. ونبدأ بان دارة الدخول قادر يطلب منك طيار اي بي. اذا اي بي ماذا يساوي. يساوي الجهد بين الطرفين المقاومة في اير على مقاومته. يساوي في اير على هه. هذا القانون التي يساعدك يمكنك يمكنك في اير ويمد لك في مقاومة الدخول اله. اذا عنديك ان هذا الحماز هو يجزوش. اذا اي بي ها يساوي يساوي. يساوي. statoتر الدخول كما يعطيه لك هو. قادر يعطيه مقارن هو اللي يغذيه قاد يعطي لك بوبة منطقية الى اخر انا رطيت لكم صفة عامة هي في اون تري ناقص جهد العتبة بين الطرفي المقحل التي توطر من الطرف الصاني عقارة وثائق صاني عمليه على واش على مقاومة مكافأة للدخول كما هنا عندي مقاومة مكافأة الدخول عندي اير واحدة يمكن يكون عندي مقاومة اير زين اير الى اخر هذا بنسبة التيار احتمال ثاني شي يقول لك احسب الجهد ولا التوتر بين الطرف المقاومة اير اول حاجة نبدأ به د치는 قانون اوم اذا قانون اوم ويقول لي جهد بين الطرف مقاومة الدخول ماذا يساوي مقاومته الداخلية في اير في التيار الذي اجتازه هاليا اب نهار لما يساعدك شاها القانون يا جماعة يلجأ الى قانون عروة الدخول عروة الدخول واشهها مجموعة الجههة مغلقة مغلقة واشه يساوي الصفة اذا ماذا يساوي بعد ما تخرجوا انتم اكيد ستجيقوا احسب عروة دخول أما آخر سؤال قادة يجيكم هنا يقول لك أحسب مقاومة R الموجودة في دارة الدخول إذا ما تساوي؟ تساوي جهد بين طرفيها L و VR على تيار الذي يجدزه هو AB إذا أعطي لك VR و AB مباشرة لك تطبق إذا لم أعطي لك VR لك تخرجها من العروه هذه إذا لم أعطي لك AB هاورا و AB و يبقى كل شيء قاطع و كل شيء بزبوس عجمع على سهل مقاحة من دارة ما تخيلوهش نظموا الأفكار بتاعكم بارك وبإذن الله ما زيدوا تلقوا حتى إشكالي هذا بالنسبة للوشى جمعة قادة نسبة لدارة الخروج نجمع لق spannend دارة الخروج بنفس الطريقة قادة يقولون لك أحسب لي E Si قادة يقول لك أحسب لي المقامة داخلية تحت دارة الخرض كما هنا AWK و قادة يقول لك أحسب لي جهد بين الطرفي المقامة للخروج ولا مقامة و حzlich عادة AWK إذن دارة دخول أبدأ Oh Similarly إذا نترب Little目 Clear إذا أن تير E Si Sature ماذا يساوي؟ يساوي VrK على مقامة داخلية RK هذا القانون هو قانون عام نحن يمتلك ذلك لكي واجدة وركا واجدة لكي يتعبون مباشرة نحن لا يمتلك الجهد بين طرفي الركا في هذه الحالة إذن ماذا يساوي؟ إذن ما يساوي؟ يساوي جهد الخروج اللي يسمىه VCC ناقص VCO SATURY إجمع هذا VCC ناقص VCO SATURY من جبتو من عروا الخروج نعطيكم قوانين بهم وطولوش وتفهموا بسرعة وتبقى هذه القوانين ثابتة على ماذا؟ على مقاومة المكافئة تاع الخروج إذن كده كان مقاومة مكافئة الخروج كانت RK لو كان يعطي مقاومة على تسلسل مجموعة هما أختم عادي هذا بالنسبة لكي يقول لك أحسب التيار AC SATURY سؤال الثاني يقول لك أحسب VCR جهد بين الطرفين الوشعة كذلك نبدأ بقانون Ohm ماذا يساوي قانون Ohm؟ يساوي مقاومة الداخلية تاع RK في التيار الذي يجتازها AC SATURY وإذا لم يساعدك هذا القانون سوف تقوم بعمل عكس عقارب الساعة وماذا معنى عكس عقارب الساعة؟ معنى VCC ناقص VRK ناقص VCO SATURY تساوي 0 وبعد نخرج VRK وماذا ستجدها VRK تجدها VCC جهد الخروج ناقص VCO SATURY وVCO SATURY إذا أعطيها لك عوض بقيمتها تجدها صغيرة إذا لم أعطيها لك أعتبرها تساوي 0 V هذا بالنسبة لتوتر بين الطرفين وآخر السؤال وماذا يجب معك يقول لك أعصب مقاومة الداخلية على الوشعة وماذا أخدم قانون وماذا تساوي؟ تساوي توتر بين الطرفين هذه الوشعة VRK على ماذا؟ على على EC SATURY وماذا أرى إذا أعطيك VR و EC ستطبق مباشرة إذا لم أعطيك VR وماذا تساوي VRK تساوي VCC ناقص VCO SATURY إذا لم أعطيك EC SATURY وماذا تساوي ناقص VCO SATURY يساوي جهد الخروج ناقص VCO SATURY إنما وشي والفرق ما بينهم معامل تدخيمها كبير بزيار وبنفس الطريقة دارت الخروج ودارت الدخول يشتركوا في حاجة واحدة EC SATURY ماذا يساوي يساوي VCO SATURY معامل تدخيم دالنطن في AB SATURY AB SATURY وهذه VCO SATURY وهذه VCO SATURY قاد يقول لك أحسبها قاد يمد لك VCO SATURY وVCO SATURY وVCO SATURY تعملين في دالنطن إذا ماذا تساوي VCO SATURY في VCO SATURY وحسبها إذا ما أعطى لك شواجدة مباشرة هذا بالنسبة المقحل دالنطن جماعة ركزوا معي مليح جماعة اللي يحبين يحلوا التمارين ويشوفوا خدماتهم اسكوا فهم ولا ما فهموش يروحوا الحصة ثمانية دير فيها تمارين حول مقحل ABN جزء واحد وكان التمارين أكثر تعقيدا في حصة رقم تسعة تلقى جزء ثاني جماعة هذو تلقوا تمارين حول المقاحل فقل ABN إذا كنت تخدم دالنطن ناحية هذا المقحل عوضه في دالنطن وقلب معامل تضخيم 20-30 نف وحسب عادي ستجدون كل شيء كيف كيف لا يوجد حتى إشكالية جماعة كملنا مقحل دالنطن رحوا العنصر الإلكتروني الثالث اللي هو مقحل مصفات قاناة N هيا جماعة ركزوا مع المليح جماعة هذا المقحل ما يسمى مقحل مصفات ذو قاناة N يسمى أحادي قطبية لماذا يسمى أحادي قطبية؟ لأنه في دارة الدخول يمشي غير بالجهود بالتوترات فقط ليس كما لمبيان لمبيان يكون دارة مغلقة ولا يكون قاطعة مغلقة لازم تمدله تيار AB ولازم تمدله جهد أكبر من جهد العتبة لذلك يسمى ثنائي القطبية أمامك حل مصفات هو أحادي قطبية ذلك كنت تفهم على أحادي قطبية إذن أول حاجة كي أعطي لي مصفات لازم نعرف الأقطار القطب الأول هذا هو القطب الأول وهذا قطب الثاني وهذا قطب الثالث القطب بتاع التحكم يسميه قطب البوابة هذا هو اللي يمده للجهود بيخلي مقحة مشبعة ولا مانع وهنا يا جماعة في المقحة المصفات عندي مقاومة تقول ما لا نهاية تعددخول ما عندها التيارة وشي يساوي زر لذلك ما نخدموش بتيارات في دارة الدخول مقحة المصفات نخدموه غير بالجهد لازم جهد الدخول يكون أكبر من جهد العتبة إذن هذا جيو ما نسمى جيت اللي هو قطب البوابة أما القطب الثاني يسمى دوراين اللي هو المصرف قطب المصرف أما القطب الآخر يسمى سورس اللي هو المنبه مجماعة ما دام عندي هذو الأقطاب وشي لازم نعينه استطابية الجهود والتيارة إذن في المقحة المصفات يوجد تيار خروج فقط اللي هو تيار المصرف أما الجهود العتبة عندي جهد الأول هو جهد الدخول يسمى VGS بل مقحة يكون مشابعة جماعة ولا يكون ممر لازم يكون أكبر من VGS والله ما نقوله نقوله أكبر من جهد العتبة VTH إذا كان جهد العتبة تعمق على 1 V لازم تمد الجهد لازم يخلي VGS أكبر من 1 V هذه بنسبة الدخول عندي غير توتر توتر الدخول ما بين البوابة والمنبه أما التوتر الثاني هو توتر خروج بين المصرف D والمنبه ما هي الحاجة الجديدة هنا في المقحة الموصفات أنه VDS عنده قانون VDS ماذا يساوي؟ يساوي هذا تيار ED لتحسبه في RDS ومعنى ما هي المقاومة صغيرة ما بين درين و سرس هذا تعطيه من طرف الصناع يسمى كذلك RDS On هذه تيار مصرف ED في RDS هذا بالنسبة مقحل مصفات B يعمل في حالة التضخيم هذه الأسئلة التي يطلبها منكم أحسبها إذا قبل ما نحسبه لازم نعينه السورس المنبع المثلث نكتبه في الأسفل من بعدها نخرج لدارة الدخول منها ومنها دارة الخروج من بعدها نعينه تيار الخروج ED نسميه ED بعد ما خرجت تيار ED ما يجب أن يجمعه نخرجه الجهد VGS لدارة الدخول وبما أن R يجب أن تكون بهذا الشكل نسميها VR وهذا يجب أن توتر الدخول يجب أن تكون بهذا الشكل على التفرق إذا لو كان يطلب منك VGS VGS بقانون العروات وش يساوي VGS يساوي VR وVR تحسبها قادرة تكون مقاومتين على تسلسل تحسبها قاصة وتوتر إلى آخر هذه بالنسبة لدارة الدخول أما دارة الخروج بما أنه عندي ED إذا VDD توتر الخروج أجمع عادة تسميه VDD إذا VDD توتر الخروج يتبع التيار إذا نكتب هنا VDD والاستقطابية ستكون عكس إذا نكتب هنا وهنا الجهد بين VDS بين ديرين والسرس هنا أجمع شكلنا تشكيل أرواح نخرج لحسابات الدخول وحسابت دارة الخروج هذا أجمع في الدخول أحساب VGS إذا ماذا يستعمل VGS بقانون العروات مجموعة الجهد مغلقة يستعمل VGS يستعمل VGS يستعمل VGS يستعمل مربوطة على التوازي معها إذا أعطت مقاومات على مجموع المقاومات في الجهة التغذية كما خدمت على المقارن هذا بالنسبة للإجماعة درجة الدخول مصفات كان الأن أسهل من مقحل دارلينتون وأسهل من مقحل أما دارت الخروج بنفس الطريقة دارت الخروج تختلف قليلا على مقحل إذا يقول لك إذا استخدم قانون ماذا يساوي عندي جهد بين طرفين المقاومة هذا يساوي إذا ماذا يساوي يساوي على جماعة هذا القانون يساعدك يساوي مقانون العروات إذا يساوي جهد الخروج فقط على ماذا على الخروج زائد خروج خروج زائد مقحل على هنا يحاول مقاومة مقاومة لا تنسى مقاومة على التسلسل مثلا RK أو R2 و ما نقوله إذا يساوي VDD جهد الخروج على RK زائد R2 زائد 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 احسبها من العروة الخروج أو مجموع الجهد في دارة ملقة يستمتلك السفر التي تذهب مع العروة موجبة وتكون عكس العروة السرعة و ما تقوله؟ مقاومة VDD ناقص VD ناقص VDS ناقص VDS إذن ماذا يستمتلك VDD ناقص VDS والطبع يميده لك ولا تقدر تحسبها كما قلنا قبل VDS ماذا تساوي؟ تساوي ED VRDS ON هذا بالنسبة للجهود الجمعة وآخر السؤال في الدارة الخروج يقول لك أحسب RK إذاً RK بقانون ON ماذا تساوي؟ تساوي VRK على ماذا؟ على ED إذا أعطيك VRK ED ستعوض مباشرة إذا لم تطلق VRK حسبها بطريقة هذه VRK ماذا تساوي؟ تساوي VDD ناقص VDS إذا لم تطلق ED حسبها بطريقة هذه تساوي جهد الخروج على مقاومة المكافحة الخروج ‌ZAD S ON هنا يجمع خلصنا المقحة الموصفات وعرفنا دار الدخول و دار الخروج كما شر إلا تريد جمعات في المقحة ال-NPN دار الدخول و دار الخروج كايفية ترويبو بحاجة بطريقة وكذلك في المقحة الموصفات يؤذِّي صندوق 1 كناك أنه قانون يربط دار الدخول و دار الدخول إنما ليسا بتيارات ولكن لابد تشربية دوائرة إنما الجهز للدخول يتحكم ولا يضخم تيار الخروج الساوي K هي معامل كسب من الطرف الصناع الكل في VGS تحسبها من عروة الدخول VGS هي تساوي VO ناقص VTH VTH هي جهد العتبة كما يعطى من الطرف الصناع قد يكون 1.2V الكل مربح إذا كنت تلاحظوا تيار ED يتضخم عن طريق VGS يتضخم عن طريق التوتر ليس كما في المقال نبيان يتضخم عن طريق التوتر هذه الأسئلة مقحل مصفات كانال كأن مقحل مصفات كانال يعمل جهود سريبة لا أركزكم عليه لذلك يجب علينا أن ندرس مقحل مصفات كانال هو الذي يشتغل في الجهود الموجب هذا مقحل مصفات كانال هيا تنميذ الأعزاء روح العنصر الرابع كما تلاحظوا الترياك سؤال مطروح الترياك هو عبارة عن عنصر كهربائي يحتوي على ثلاث أقطاب القطب الأول قطب التحكم قطب الثاني قطب الثاني قطب الثالث هو عبارة عن مقداحين مقداحين مركبين رأسا على العقب كما ترى هنا المخرج يذهب إلى المدخل الأول وهنا يسميه مسعد A1 أما ترياك مخرج يذهب إلى المدخل ترياك إذا كي يجيك السؤال يسئلك يقولك كيف يشهر الترياك؟ جابه مباشرة هو عبارة عن مقداحين رأسا على العقب وقال يجيك السؤال يقولك أطلف الترياك ما هو الحل بديل؟ الحل بديل هو صنع الترياك بمقداحين رأسا على عقب تلميذ الأعزاء ترياك عنده رمز آخر هناك من مخدم هذا الشكل كيف تراها هذا الشكل؟ الآن إنها سؤال مطرح ووظيفة ترياك ترياك العقب ووظيفة تحكم في ثواترو ويقدر يزيد فيها ويقص فيها يقدر يزيد نوب الموجبة ونوب المسلبة عن طريق زاوية القدح أما تريستور مرن نوب الموجبة ونوب المسلبة ويجزأهم عن طريق زاوية القدح وانا نرى هذا المثال لندي هذا تيرستور وعند هذه المقامة التسخين وحابين تحكم فيها تقوّم فيها طوّتهم متنوب. والسمّم مشقت للنوبة معك. حابّن التحاكم في قيمة طوّتهم بين طرفية الحمولة. يعني حابّن تزيد الدرس الحرار. كلّاك في النّوبة يزيد درج الحرار. كلّاك يزيد درج الحرار. كلّاك يزيد درج الحرار. على هذه وظيفة تريّاك? يوجد التحكم في الطّاّتهم بين طرفي الحمولة عن طريق زاوية القدر. إذا كيف نبتوه الجميع؟ نبتوه الحمولة بهذا الشكل. والحمولة نبتوها بقطبة الأول طاعة المصدر. ولمصدر التريةسكر متنوب ت Pet Install ور temperatures هنا مدلول شاشعject القبر őlette مدلول القدحات اذا كل ما تجي قدحَه يمرأ جزء من النوبة كل ما نزيده زاوية القرح ينقص التوتر وكلما نقص زاوية القرح ينقص التوتر والله الذين يقولوا أن تريةسك يمرأ في اتجاهين يمرأ جزء من نوبة المشبه وممرأ جزء من نوبة السالبة انتلاقawn من القدحة عكس تيرليسك اللي يمرأ غير في اتجاه واحد واطبSA تريةسك وظيفة التحكم في التوتر بين الطرفي الحمولة R اللي تشتغل تحت توتر متناوب تلاميذ الأعزاء بها نفهمه مليح 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 رح نعطيكم دور ترياك رح نعطيكم مخططات الزمنية بتعرفوا دور ترياك الرئيسي إذن كما كنتلاحظوا عطيتكم ثلاث إشارات الإشارة الأولى هي VON3 وش تعبرت على مصدر توتر متناوب اللي في النوبة الموجبة ونوبة سالبة أما VR هو التوتر بين الطرفي الحمولة اللي أنا حابين نخرجه التوتر بين الطرفيها أبداً إشارة الثلاثة هي إشارة القدحات وكما كنتلاحظوا زاوية تأخذ قدحنا تساوي 90 درجة وماذا معانتها؟ معانتها ترياك قبل 90 درجة ممارش بعد 90 درجة إمرار إذن نخدمه المخطط الزماني إذن أول حاجة وش لازمني نسقطه القدحات ونسقطه نهاية النوبة إذن نسقطهم بهذا الشكل هذه أول حاجة تقسيمات ثاني حاجة يا جماعة وش رح نديره شوفوا شدرت هنا جزاءة النوبة إذن نوبة هذه الموجبة جزء الأول لونته بلون الأصفر والجزء الثاني لونته بأزرق لماذا؟ هذا الجزء قبل القدح باللون الأصفر وهذا الجزء الازرق بعد القدح كذلك في النوبه السري meisten القسمت وش معيناتها الجزء الازرق بعد القدح يعني أنه يكون مسدود والجزء الازرق معيناتها بعد زاويه القدح إذن هايه μια ن Итак في الحالة الإبتدةية عندنها الكاد شيئا إذا تريك عليها أيضا وماذا كى تعامل يعني compos Sana وطبينو الطرفيه الحوم ولا نساوي Почему يا نوبه الحالية الثانية كيف ن Random وجمع الجزء المتكون بالنوبه الملجروته إذن ترياك مجرد توصل قدحة يصبح قاطعة مغلقة ويمرر الجزء المتبقي إذن نصف النوبة هذا يهبط للVR رحل الحالة الثالثة في النوبة السالبة وما عندش القدحة إذن هنا ترياك يعتبر قاطعة مفتوحة إذن توترش يسوي 0 فول في الحالة الرابعة كان قدحة وكان جزء متبقي من النوبة السالبة إذن هنا ترياك يمرر نصف النوبة السالبة المتبقية بهذا الشك بنفس الطريقة هنا مكاش القدحة وكان جزء من النوبة الموجبة مع أنتها مزدود قاطعة مغلقة مفتوحة وآخر حاجة كان قدحة وكان جزء من النوبة إذن يمرر جزء متبقي من النوبة الموجبة إذن شكراكم تلاحظوا إذن واش وظيفة الترياك وظيفة التحكم في التوتو بين طرفي الحمولة جماعة كل منزل تزاوية القدح 100 درجة 120 درجة 140 درجة واش نلاحظوا النوبة تبدأ تنقص 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 كناوصله 108 درجة تسوي 0 فول إذن كل منزل زاوية القدح ينقص توتو بين طرفي الحمولة وتنقص درجة الحرارة على المقاومة التسخين وكل من نقص زاوية القدح واش نلاحظه النوبة يبدأوا يزيده وكل ما تزيد النوبة مع أنتها التوتر يزيد وتزيد درجة الحرارة للتسخين إذن ما وظيفة الترياك وظيفة تحكم في التوتو بين الطرفي الحمولة هذا بنسبة ترياك العادي هنا جمع اكملنا الترياك روحوا آخر حاجة وال Representative ترياك الضوئي إذن تريك الضوئي أجمعك تشوفوا تفكر مراحل كهروميغناطسي عندهم نفس المبدأ العامل مراحل كهروميغناطسي فيه الوشعة أو الملمس الوشعة نربطها في دار التحكم والملمس في دار الاستطاعة إذن مش وظيفة مراحل كهروميغناطسي عزل دار التحكم على دار الاستطاعة كذلك تريك الضوئي وظيفته نفس الوظيفة مراحل كهروميغناطسي إذن مش وظيفته إذن هذا البعث يربطه في دار التحكم وهذا التريق العادي يربطه في دارة الاستطاعة ب Им يفصل دارة تحكم على دارة الاستطاع إذن موازف التريق الضوئي يعتبر منفذ متصدر إلكتروني ويبintoه؟ فصل دارة تحكم على دارة الاستطاع تلميذ الأعزاء أب ونفهمهم من أحمله ونعطيكم هذا المثال إذن قام بمتلك الدارة التحكم ودارة الاستطاع كما نفصل على التحكم مجدد التحكم يجب أن نفصل لأعمل على حالة التبديل بعد ع taught-Auto VCC الان وقوم بمبارحة المدارة ونأخذ الان وقوم باية الكبار ولانه إستخدم ثابت вперن حسن العقار PI والحق tra Eighteen net تشبع. من بعد هنا جمع واش خدمنا? هنا خدمنا دارة التحكم. بنفس الطريقة نجيب دارة الاستعالي درسناها من قبل اللي فيها ترياك العادي. اذا نش نديره جمع ركزوا معي مليح. المخرج تعلمون قومة التسخين نرطوها بالمدخل تع ترياك الضوئي. والمخرج هذا نرطوه بالقضحات تع ترياك العادي. اذا نشتاكم تلاحظوا هنا يا ترياك الضوئي هذا شو وظيفته? عزل دارة التحكم هذي اللي فيها و المقحل على دارة الاستطاع اللي فيها ترياك العادي ومصدر تورته متناوب بمقاومة التسخين. بها جمع ان نفهم مليح. عندكم سيميلاسي. اول حاجة الناس متوطرة اعتبت على المقحل. اه ثاني حاجة جمع عندي هذا هو تيار اي بي. في حالة تيار اي بي يسوي صفر. في حالة تيار اي بي يسوي صفر. في حالة تيار اي بي يسوي صفر في اونتري ما كانش. اذا هنا المقحل وش يكون مانع يعتبر قاطعة مفتوحة. وش يدير هذا المقحل يفتح دارة البيعث تاعة ترياك الضوئي. اذا هذا البيعث ما يصلي تشو الضوء. وهنا وش يقوله ترياك الضوئي راح يكون مسدود قاطعة مفتوحة. وبما ان ترياك مسدود وش يوفر القدحات لترياك العادي. والترياك العادي يجمع بما ان ان ما تصل توصله لقادحة يعتبر قاطعة مفتوحة. والمقاومة التسخين تكون غير مغذية. ما تمشيش مقاومة التسخين. اذا كيف نشغل مقاومة التسخين وش لازمني في اونتري مدهو يلك القطعة. القطعة مغلقة يغلق دارة الباعث الضوئيي. ال TREAC الضوئي يمشي طيرة بهذا الشكل يتوهج الباعث الضوئي للترياك وهنا الترياك الجماعة واشه يمثل. يمثل قاطعة مغلقة. بما انه ترياك القاطعة مغلقة هذا ترياك ما اين يوصل بعد hindertESAR العادي. وترياك متوصله لقضحات واشه يعتبر قاطعة مغلقة ويغذي المقاومها بتوتر متنعب بأجزاء من النوبات الموجبة ونوبات سيفة. إذن margin نقولو. المقاومة في حالة التشغيل. لو كان نقطع تغذية جماعة. ويح Parkinson لو كان نقطع تغذية وكيف يصبح مانع يفتح دارة البعث الضوئي. وبالتالي تريكن الضوئي يصبح مانع مسدود. دارة مفتوحة. وهذا تريك ما توصلشل قدحات. يعتبر كذلك دارة مفتوحة قاطعة مفتوحة والمقاومة تصبح دارة مفتوحة والمقاومة ما توصلشل تغذية. إذن وش وظيفة تيرياك ذو يجمعه وظيفته بكل بساطة هو منفذ إلكتروني وظيفته عزل دارة التحكم على دارة الاستطاعة وكما هنا نقوله كذلك وش وظيفته في هذا التركيب اللي يعتبرتكم وظيفته تزويد القدحات للتيرياك العادي ولا تحكم في قدحات التيرياك العادي وانا تناميذي الأعزاء وصلت لنهاية الحصى وموقع علينا نقول لكم غير السلام اشتركوا في القناة